السلام عليكم. عدنا اليكم من جديد وفي الحصة جبت لكم نموذج دي الامتحال موحد المحلي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. اذا هاد الامتحال الموحد المحلي ندار في السنوات السابقة. جبت لكم غير نموذج بشتعرفوا كيفاش كيتحط الامتحال المحلي في النشاط العلمي. اذا في البداية كتكون عندنا العلوم الفيزيائية. اذا العلوم الفيزيائية هناك مجموعة من الاسئلة. قبل ذلك خسنا نعرفوا اش حال المدة الزمنية دير هاد الامتحال في النشاط العلم. اذا المدة الزمنية هي خمسة واربعون دقيقة. كتكون عندكم خمسة واربعين دقيقة. انتم مطالبون باش تديروا هاد جميع التمارين. مفهوم? اذا عندنا التمارين هادو. وكذلك عندنا صفحة اخرى. مفهوم? اذا نبدأ على بركة الله بتمرير الاول في الفيزياء. كيكون تمرين سهل جدا. فقط اجيب بصحيح او خطأ امام كل عبارة من العبارات التالية. اذا الهواء قابل للتقلص والانضغاط. الهواء قابل للتقلص والانضغاط. اذا هادشي قريته في الدروس ديال النشاط العلمي. هادشي سؤال ما جاي من الفضاء. كل شي عندكم في الدروس ديركم. راجع الدروس اللي قريتي. ومن بعد رغادي يعطيكم الدروس اللي غادي تديروا فيهم تيحال محلي. لحقاش كل الاضراب وادي كنا اللي ما ما كملش الدروس كاملة ديال الدورة الاولى. المهم الاسئلة غادي تتحط في الدروس اللي قريتي. الهواء قابل للتقلص والانضغاط. هادا جواب صحيح. اذا كنكتبوه هنا صحيح. يشكل ثنائي اكسيد الكربون في الهواء نسبة سبعون في المائة. اذا ثنائي اكسيد الكربون في الهواء ده بمليك نخرجه للشارع. اه كينة غير ثنائي اكسيد الكربون. اذا جواب خطأ سبعين في المائة نسبة كبيرة. دا اذا خطأ. نكسب هنا خطأ. للهواء شكل خاص. نعم. الهواء ضروري للاحتراق. نعم صحيح. اذا ضروري خصنا الهواء باش نشعله العافية. سؤال التاني. صنف العبارات التالية حسب الجدول. الاختناق. الضوء. التسمم ثنائي اكسيد الكربون. اذا عندنا هنا نوع الاحتراق. وعندنا مخاطر الاحتراق. اذا من هنا سننجبدو نوع الاحتراق. وشنو الانواع دي الاحتراق اللي كاينة? عندنا. وشنو اخر عندنا? ثنائي اكسيد الكربون. ثنائي اكسيد الكربون. المخاطر دي الاحتراق هي تسمم والاختناق. تسمم. وعندنا الاختناق. حاولوا اتبعوا في هذه الاسئلة لانه يقدر يتحط لكم شي سؤال من هذا الامتحان هذا. غالبا يقدر يتحط لكم شي سؤال من هذا الامتحان. اذا نصنف تغيرات التالية الى تغيرات فيزيائية تغيرات كيميائية. اذا نشوفو هاد الشي هذا. واش هو تغير? فيزيائي او لا تغير كيميائي. تغير كيميائي قدخل فيه مواد كيميائية. صدق الحديد. اذا الحديد ملكية الصدق. هذا الصدق عبارة عن مواد كيميائية. اذا هنا نديره تغيرات كيميائية. قص الشعر. مليك نقطع شعري بالمقص. رتغير فيزيائي ما اتدخلتش بروضوي. تغير فيزيائي. احتراق الخشب فهو تغير كيميائي. اس للعبارة عن الوصول. lettגي Gemeودي س formally تغير فيزيائي Vamos الى الغير success اي ustedes نعمر إلى علوه عيات والأرض سؤالanta. سؤال 4. سؤال السؤال. سؤال الربء عن وجود pandemic. والذي ي bleحل اليوم الجواب الحاضب دَكَو جهاز العصابي. مامور سؤال بي. لكومبوسيشن دو لا سنسيبالي تي كنسيانت. ادن الاحساس. ادن المكونات دي الحساسية الشعورية شناهما? لتوشي. لودورة. سيغفولي. لوي. ادن توشي هو اللمس. لودورة الشم. لوي هو السمع. دان سيغفولي راهوة المخيخ. اضعوا امام كل فئة للنوع الحركة المناسبة. واش حركة ارادية او لحركة انعكاسية. سحب سحب ادم يده بسرعة اترى ملامساته لجسمين ساخن. اذا ملي كتكشي حاجة بيتكسخونة كتحيدها. بدون شعور اذا هذه كتسمى حركة انعكاسية مش ارادية. ما درسيهاش بوحرك. لا يتدخل فيها الدماغ بل يتدخل النخاء الشوكي. التقط سليم القلم من الارض. هزل القلم من الارض فهو فهي حركة ارادية. درها بوحده. شطب الجمل الخاطئة. من بين العوامل التي تساعدنا على الحفاظ على سلامة الجهاز سلامة جهازنا العصبي هي من بين العوامل التي تساعدنا على الحفاظ على سلامة جهازنا العصبي. اذا شنو ما الامور اللي كتخلينا نحافظه على الجهاز العصبي ديالنا. غدي نخليها. واللي ما كتساعدناش على الحفاظ على الجهاز العصبي. نضربو عليها. استعمال الهواتف الذكية بكترة. اذا لا تساعدنا على الحفاظ. اذا هذه كنحيدوها. النوم الكافي. صحيح. تناول مخدرات. خطأ. ممارسة الرياضة صحيح. اذا جوج دي الجمل هم اللي يساعدو على حفاظ على سلامة الجهاز العصبي. وممارسة الرياضة والنوم الكافي. اذا نمر الى الصفحة الاخرى. اصلوا بسهم بين المرضي واسبابوه. الانيميا السمنة. الافراط في تناول التهنيات. قلة الكريات الحمراء في الدم. اذا الانيميا هي اللي كنعرفوه. كنسمعو والدنا كيقول لك فيها فقر الدم. فقر الدم هي الانيميا. اذا كيكون قلة في الكريات الحمراء. اذا هذا. والصمنة هو شي واحد غلائل. افراط في تناول التهنيات كي يأكل التهنيات بزاف. الشحوم. اذكر اجراء ايني للحفاظ على الطعام من التلفي والهضر. اذا اعطيني جوج دي الامور قسني نديرها. باش نحافظ على الماكلة. ما تخسرش لي. اول حاجة. تجفيف. وكاين عندكم كذلك التعليب. كنكونسيرفها. كنديرها في واحد البواطة وكنحطها في تلاج. اتميم الخطاط التالية بما يناسب من العبارات التالية. كي اعطوكم العبارات كي سهلوا عليكم. عندنا الحيوانات الماء التربة النباتات. كل واحدة نحطها في المكان ديالها. الوسط البيئي في شجل مكونات مكونات حية ومكونات مكونات غير حية هي التي لا تتنفس ولا تتغدى ولا تنمو. مكونات الحية هي التي تتنفس وتتغدى وتنمو. اذا شكونا اوما اللي ما كيتنفسوش وما كيتغدىوش وما كيتنموش ما كيكبروش هنا. وشكونا اوما المكونات التي تنمو وتتغدى وتتنفس. اذا نبدو بها دي سهلة. عندنا الحيوانات. وعندنا النباتات. دي ما بدو بسهلة باش بقوا لكم هادشو جديروهم هنا وخا ما تكونش عارفهم هما اللي يبقوا. اذا نبقى لنا ثمانين واحد. السؤال تسعة. صل بسهم بين العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية والعبارات المناسبة. اذا العلاقات بين الكائنات الحية متبادلة بين الكائنات الحية. تفاعل بيولوجي بين كائنين حيين. حيث يقتل المفترس الفريسة ليقتات منها. اذا شنو كي تسمى هذا. والشنافو استطف الفتيرة استعاون. علاقة بين كائن حي دي ما انقلب على اللي سهلة. علاقة بين كائن حي يستمد غداءه وطاقته من كائن اخر. اذا واحد كي يستمد طاقة ديالو من كائن اخر. شنو هي. علاقة بين كائنين يستفيد احدهما من الاخر دون حدوث ضرر لأي احد فيهما. اذا واحد كي يستفيد من واحد بلا مدى التشضارة. علاقة بين مجموعة من الحيوانات من نفس النوع تتصارع على ضروريات الحياة. تتصارع يعني تنافس. متفاعل بيولوجي بين كائنين حيين. حيث يقتل المفترس الفريسة ليقتات منها. هذا الافتراس. قتلنا التعاون قتلنا التطفل. المتطفل بحل بارازيت طفيلي. اذا يستمد غداء يقتاته على يستمد غداءه وطاقته من كائن اخر. وهذا تعاون بينهما يستفيد احدهما من الاخر يعني تعاون. كنقرأ كل شي باش كنفسر. اذكر رسول الكائنين للحفاظ على التوازن البيئي. التشجير. نزرع الشجر. نغرس الاشجار. عفوا انشاء محميات. وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية الحصة. اراكم في حصة قديمة ان شاء الله والسلام عليكم. لا بويتون دير لكم شي ميسال دي الفرنسية خليوا لي في كومنتر.